بسي بقى أنا هسألك على الناس أصحاب الأمراض المزمانة عشان نقول برضو الجرعة دي مناسبة لهم ولا هم لازم بقى يبقى يبقى رجعية للطبيب مسلا يسألوا عن حاجة أنا ما عنديش مشكلة مع أي مريض عنده سكر عنده قلب عنده ضغط بدعم جدا جدا ألف مالتي فيت مع الأدوية اللي بياخدها من رشتة الدكتور لأن ألف مالتي فيت هو مش علاج فمعنا كده أنه هو مفهوش مادة فعالة تتعارض مع مادة فعالة لأي دواء هو فيتامين فقط فبياخدوه مع الدواء بتاعهم مريض السكر الدكتور البطنة دكتور غضاة سماء وتأفر هو ماشي مع دكتور إيه بيدي عامله جدا فيتامين به لأن مريض السكر بيحصل له التهابات في الأعصاب ففيتامين به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة واثناشر لكوبة لامين لكل المجموعة فده اللي بيميزني في قلب مالتي فيت عن بقية المنتجات أو المكملات الغذائية أو المالتي فيتامين الثانية اللي موجودة في الماركت فما عنديش مشكلة أن أصحاب الأمراض المزمنة يستخدموا ألب مالتي فيت طب قولنا بقى بالنسبة للرياضيين الرياضيين بقى بقى بقناة الأهلي طبعا الرياضيين لازم يأخذوا ويتناولوا فيتامين أكيد بيبزروا مجهود يعني بيحتاج طاقة رهيبة يحتاج طاقة رهيبة وأكل معين ويدعموا به محتاج يأكل أكل صحيحي طبعا يتعامل مع ألب مالتي فيت ولا بيبقى كمان فيه دعم آخر يعني ممكن يأخذوا جامب أي حاجة تانية ممكن هو بيكون بيأخذها الرياضيين لازم يأكلوا أكل صحي وأكل يبقى فيه بروتين عالي عشان لو عايزين يعملوا عضلات ولازم يأخذوا فيتامينز فيها الزنك لأن الزنك هو اللي بيريح بيعمل رياكسيشن للعضلة ماغنيسيون طبعا ممكن يأكلوا موز على طول العصاير لازم فيها موز طبعا موز وبيض كتير عشان فيه بروتين طبعا برشح لهم ألب مالتي فيت كمان لأنه دخلوا فيتامين بي وعقلة فيتامين بي الكاملة عشان يدعملوا الأعصاب انت عارفة ساعات الرياضيين بيحبوا يشيلوا أوزان فالأعصاب مش قوية يبتدي يرتعش فأكيد برشح له ألب مالتي فيت بيأخذ كابسولة واحدة لو بيفطر كويس ناخده بعد بيفطر أو بعد الغداء بساعة